سفة برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية وأن تتمحور حول المجالات الأساسية التالية المشاريع ذات الواقع الكبير على التنمية البشرية خاصة بالنسبة للجماعات القروية والأحياء الهشة دعم ننشطات المديرة للدخل دعم الولوج للخدمات الأساسية دعم الكفاءات والقدرات المحلية مشاريع التنشط الثقافي والرياضية ويعتبر يوم الاثنين واحد وثلاثين دجمبر 2012 آخر أجل لدعي مخترحة المشاريع مشرى إخبارية مباشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم من مصادر متطابقة بنبأ اختطاف شابا سحراويا من طرف سيارة مدنية تابعة للأمن الجزائري عند نقطة المراقبة التي يقيمها الجيش الجزائري في طريق خروج الصحراوين من الرابوني في اتجاه موريتانيا الشاب أحمد سالم جلول كان حين توقيفه مساء الأحد يقود شاحنة تعود ملكيتها لوالده ولم يعرف أفراد عائلته إلى حد الساعة أي خبر عنه حيث تم انزاله من الشاحنة واقتياده رجاءة غير معلومة بحضور وإشراف حراس نقطة مراقبة من الجيش الجزائري الذين أخضعوا الشاحنة للتفتيش قبل إخلاء سبيلها وتسليمها لمرافق الشاب المختطف وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف الصحراوين من طرف الأمن الجزائري حيث منهم من يبقى لفترات طويلة مجهور المصير ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب في مقرات المخابرات الجزائرية في موضوع آخر وفي إطار التوعية الصحية والغذائية بإقليم بجدور وبدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظمت جمعية بجدور للرشاقة البدنية النسخة الثالثة لملتقى الصحة والتغذية تحت الشعار تغذية متوازنة لصحة سليمة حفل الافتتاح حضره عامل الإقليم رفقة منتخبين وفعالية محلية في المتابعة سارك رحال ومحمد شار يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التوعية الصحية والغذائية بإقليم بجدور الافتتاح الرسمي للملتقى الذي عرف حضور وفد رسمي تقدمه عامل الإقليم عرف تنظيم ندوات علمية للتعريف بداء السكرية وتغذية المتوازنة وذلك تماشيا مع شعار الملتقى الثالث للصحة والتغذية هذا الملتقى الثالث حول التغذية والصحة يهدف إلى تحسيس ساكينة ساكينة المنطقة بالخصوص بأهمية الغداء السليم والمتوازن هذا العام كان في خاصية أننا تجهنا المدارس من أجل تحسيس الأطفال المستويات الابتدائية والإدادية بأهمية الغداء في الحياة اليومية للإنسان التغذية السليمة هي التي تكون فيها على الأقل خمسة دنوع الخضرة في النهار وكلما نقصنا من الدهون واللحوم تمكن أن نستفيدنا أكثر إضافة إلى الطريقة باش الأمهات تتعاملوا مع الأكل يعني طريقة طبخ هذه المأكلة تؤثر على الصحة وهناك مجموعة عادات مجموعة دين ناس اللي كينشي خودار ما عارفينش الفوائد ديالله وهي فوائد مهمة جدا كينمشي للسوق وكتبها لمرخيصة وما كينش رواش فخصات طبية حول السكري وضغط الدم والوزن واستشارات طبية أخرى تم تقديمها لفائدة نساء الإقليم منظمة من طرف أخصائي الجمعية المغربية للتغذية الصحية وممثلية القطاع الصحي بالإقليم كما تم تنظيم أنشطة رياضية لتحسيس بأهمية الرياضة في الوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة وكانت فيه مجموعة من الأنشطة مختلفة كانت فيه ورشات تواصلية مع الأطفال في يوم الإفتتاح الأول وكذلك كانت فيه ندوات تثقيفية لثقافة الغدائية وتحسيس المواطنين بهمية الغداء السليم من أجل صحة سليمة لأن الشعار المنتدى هو تغذية سليمة تغذية متوازنة للصحة سليمة كانوا عندي بعضهم الخريطين لما كانوا حاجة في الضغط الدموي وداء السكري نستبدأ من الضغط الدم وداء السكري ونشكرهم زيلا شكرا ختم أنشطة الملتقى كانت اشتراف عامل الإقليم على توزيع مجموعتنا من أجهزة قياس الضغط الدموية والسكري على الفئات المعوزة حيث استفادت العديد من الحالات من أجهزة كانت في أمس الحاجة إليها لمساعدتها على الكشف المستمر لبعض الأمراض في أخبار المجالس المنتخبة بالعيون عقد اليوم المجلس البلدي دورة الاستثنائية للشهر الجاري الدورة تمت المصادقة خلالها على مجموعة من النقاط نتعرف عليها رفقة محمد المصطفى خيو عبدالله المحمود أشغال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر للمجلس البلدي للعيون نصدق خلالها عضاء المجلس على الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لاستغلال المطرح المراقب للجماعة الحضرية للعيون كما صدق الأعضاء على التخلي عن مساحة 4000 متر مربع من ساحة ابن رشد لصالح مستشفى مولايا الحسن بالمهدي بالعيون قصد توسيع قسم المستعجلات بها مناسبة تم خلالها أيضا المسادقة على إعادة برمجة مشاريع ميزانية التجهيز لسنة 2012 كانت تجوى طيبة وهذه جلسة استثنائية قدرناها على مصلحة العامة للمواطنين كما دائما نحن مديرين على الموافقة على كناش التحملات ديال تسيير المطرح الجديد مرقب وعلى تفويت 4000 من ساحة لصبطار باش تساعة المستعجلات وتعود فيها مستوصفات ديال المستعجلات نظر أنه عاد الضيق بزاعة في المستعجلات الصبيطان بالمهدي وبرمجت الميزانية اللي باقي منها في التجهيز لإصلاح مرافق ديال البلدية اللي هم يجوهم المواطنين يصبحوا في حالة جيدة وفي حالة مناسبة لاستقبال المواطنين دوري استثنائية اليوم مرت في جو زين مريح كانت ثلث نقاط وكانت بالأغلبية النقاش كان حول النقطة الثانية وهو تفويت 400 متر من ساحة عمومية 4000 متر من ساحة عمومية في ملكة البلدية للقطاع الصحة كانت عندنا مؤخدات على تدني الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ولكن هذا نتمنى وعسى يكون مشجع لتقديم خدمة صحية للمواطن أفضل مما هي عليه الآن وكانت تشغل هذه الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي للعيون قد تطرقها خلال عضاء المجلس لعدد من القضايا تهم متابعة عدد من المشاريع التنموية ومواصلة الجهود من أجل إنجاح العمل التنموي بالعيون في الشان البرلمانية شكل قطاع الماء الشرب بإقليم طاطا والخدمات الصحية بالعيون موضوع سؤالين شفهيين للفريقين الحركي والاستقلالي بمجلس النواب محمد فاضل أبو الحسن الخدمات الصحية بجهة العيون بجدر الساقي الحمراء الموارد البشرية والتجهيزات موضوع سؤال طرحه الفريق الحركي اليوم بمجلس النواب على لسان النائب مولود أجف المواطن اليوم السيد الوزير كيعاني من ضعف هذه الخدمات وخصوصا في الأقاليم الجنوبية لكيعرف قطاع الصحة تدهور خطير يتجلى في غياب بنيات تحتية من مستشفيات والتجهيزات وكذلك غياب الأطباء اختصاصيين لذلك نسائل كالسيد الوزير عن سياسة الحكومية الواقعية للنهوض بشأن الصحي بالأقاليم الجنوبية السيد الحسين الوردي وزير الصحة في معرض رده عن السؤال أكد على المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في المجال الصحي بجهة العيون بجدر الساقي الحمراء على جميع المستويات هناك ارتفاع كبير ومتزايد لانتظارة الساكنة بالجهة فالوزارة تسعى قدر الإمكان تلبية هذا الطلب أجدرنا أولا تأهيل وتوسيع وجهيز قسم المستعجلات اللي رصدنا له هذا العام ستد المليون دي للدرهم الدراسة انتهت وغير بدل الأشغال في دل أشغال في 2013 ترميم وجهيز مستشفى بوجدور بناء مستشفى إقليمي بالطرفية ولكن المهم أكثر من هذا تم أخيرا هذه المدى شهر ونصف اقتناء وعاء عقاري بالعيون بمسافة 30 هكتار لبناء مدينة صحية مركز جهوي للانكولوجيا اللي غتبنيها الجمعية دي للإسلماء مركز جهوي تشخيص المبكي لسرطان تنوع عنق الراحم مختبر الجهوي للأوبئة مستشفى جديد اللي غيتبنى في العيون إن شاء الله اللي غيكون ملحقة للمركز الصحي الجامعي اللي غديكون في أقادير ولا ربما قاع في نفس البقعة الأرضية غنبني إن شاء الله كل يتطيب الصيدلاء في مدينة العيون من جهته وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تساءل النائب حسن التابي عن تزويد سكان بعض المناطق الغروية بإقليم طاطة بالماء الشروب نسأل السيد وزير عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان جودة المياه وما هي الجهات المسؤولة عن مراقبة جودة المياه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري أكد على قيام مختبرات محلية وجهوية يناط لها بمراقبة جودة مياه الشرب بالأقاليم ولا خطر مسجل على هذا المستوى المراقبة جودة المياه في جميع المناطق المملكة تتم من طرف مختبرات كان مختبرات إقليمية ومختبرات جهوية مثلا بنسبة الإقليم طاطة كان مختبر إقليمي وكان كذلك المختبر الجهوي بأقادير كان واحد البرنامج سنوي مضبوط ومحدد للمراقبة ولحد الآن جميع العمليات أو التحاليل اللي قمنا بها بينس بأنه المياه مطابقة مع معايير جودة الوطنية ما كان أي خطر بالنسبة للصحة المواطنين يعني ما كانش حطار قد نقطعه ما كانش عدين علمو به ما كانش نخليه المواطنين تعرضوا الخطار بالنسبة لمادة حيوية كلمة تنمويا وفي مسعى لفك العزلة عن أحد دواوير إقليم طاطة خاصة أثناء فترة التساقطات المطرية باشرة منظمة أصدقاء المدارس مشروعا يروم تصريف مياه السيول التي تؤدي إلى تعطيل مصالح ساكنة المنطقة القروية أثناء التساقطات مشروعا يتجسد في مد قنوات صرف مياه الأمطار حفظ محدار وخاليد تريكسي من أجل المساهمة في فك العزلة عن هذه المنشرة القروية خاصة عند تدفق المياه والسيول أثناء فترة التساقطات المطرية جاء هذا المشروع الذي تبنته إحدى الهيئات المدنية والمتمثل في إحدى قنوات صرف مياه الأمطار مشروع سيحد من مشكلة تجمع البرك المائية في باحات وأزقة هذا الدوار المشكلة أنه طرق طرق تكون مغيسة بزاف ما تشتاوذك شيء ويمكن أن نلقى صعوبة في التناقل وهذا المشروع هذا يمكننا أن تسهيل تسهيل الولوج للطرق العام هذا الشيء داخل في إطار تسهيل عملية الاستقرار بنسبة للأوصار ومن خلال الأوصار يعني بنسبة للأسميته للتلاميذ الممدرسين باش نسهلهم العملية ديالة متابعة الدرسة ديالهم وبالمناسبة كأنه بهذا العمل هذا اللي أخذت على عتقها جمعية أصدقاء المدارس اللي كما قلت في الأول يعني نجزات الشطر الأول ودبارها بدأت في الشطر الثاني في سنة 2010 قامت المنظمة أصدقاء المدارس بإنجاج مشروع الأول بالشطر الأول بوسط دوار أقايز نقاض لمسافة 350 متر ديال القنوات صرف مياه أمطار سيول والآن نحن بصدد الشطر الثاني كما قلت وما تتلاحظون الآن الشطر الثاني ديال 240 متر عمليتنا ببعد اجتماعي وإنساني استهدفت ساكنة قروية كانت تعاني الأمرين عند كل تساقطات مطرية حزبيا وفي إطار تنظيم الهياكل الداخلية لشبيبة الاستقلالية بالعيون تم بمقار فرع أحمد الحمدي حزب الاستقلال بالعيون العليا تنظيم انتخابات لتجديد المكتب المحلي للشبيبة وتم انتخاب السيد أحمد بابا عبان رئيسا لفرع الشبيبة الاستقلالية بهذا المقر للمرة الثانية على التوارف إن عقدت بدار المواطن بوجدور ندوة تطرقت لظاهرة العنف ضد النساء وذلك تنفيذا للاستراتيجية وزارة المرأة والأسرة والتضامن الندوة التي تأتي في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء أضطرها أساتذة وفعالية من المجتمع المدني المزيد رفقة عياد السيسيو محمد شار خلال هذه الندوة تم طرح العديد من التساؤلات حول مفهوم العنف جذوره ومظاهره وكذا الآطار السلبية له ظاهرة وبحسب المتدخلين باتت تعرف تنامياً داخل المجتمع المغربي الأساتذة المحاضرون أكدوا أيضاً على ضرورة فتح نقاش عمومي وكذا تعميم الأنشطة التوعوية والتحسيسية حول هذه الظاهرة كانت المداخلة جد قيمة وكانت وضح العديد من الاستفسارات كما أنهم كذلك تمت مشاهدة واحد الشريط اللي كيبين العديد من الظاهر على المستوى الوطني والمستوى الدولي وكانت الفائدة عمت ومرقل من نتيجة أساسية أن هذه الظاهرة خاصة انخرط فيها الجميع دعوا كافة الساكنة من العنصر النسوي لدعمهم أو للقيام بحملة تحسيسية لهذه الظاهرة التي تعاني من المجتمع المغربي بصفة عامة وعطاتهم مثلاً فكرة عن العنف أنواع المحاضرون دعوا في ختام هذه الحملة فعالية المجتمع المدني إلى الانخراط عبر توثيق الشهادات كما تمت دعوة الضحايا إلى الجهر بالظاهرة ومحاربتها بقليم وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للشخص المعاق أشرفت تجمعية تحدي الإعاقة بتعاون مع نادي باب الصحراء للرياضة الأشخاص المعاقين على تنظيم أنشطة نشاعية التي توزعت ما بين فقرات ترفيهية ورياضية الحفل تم خلاله تكريم بعض الفعاليات الرياضية التي بصمت على التألق في مجموعة من الأنواع الرياضية الخاصة بالشخص المعاق وفي بلاغ يتشرف السيد رئيس المجلس الملكي لاستشاري للشؤون الصحراوية بأن يخبر عامة المواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه أنه بإمكانهم الآن مشاهدة البرامج المباشرة للقناة الأولى للتلفز المغربية بما في ذلك قناة العيون خلال الفترة الزمنية المخصصة لها وكذل الاستماع للإذاعة على جميع المواقع الإلكترونية للمجلس وهي على الشكل التالي كوركاس.com سحراونلاين.net سحراكولتير.com وسحرافيل.com وسحراديفلوبون.com وسحراسوسيال.com جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غادرنا السلساء في تقرير للزميل السال كرحال نستهل قراءتنا بجديد الصحف صادرات يوم غادرنا السلساء من يومية الصباح التي كتبت في صفحة هلولة حول اختطاف سيارة مدنية تابعة للأمن الجزائرية الشبه مدسان مجلولة عند نقطة المراقبة في طريق خروج سكان مخيمات تندوف من الربوني وكان حين إيقافه تضيف اليومية يوم أمس الأحد يقود شاحنة في ملكية والده إذ تم إنزاله منها واقتياده إلى وجهة غير معلومة بحضور وإشراف حراس نقطة المراقبة من الجلس الجزائري الذين أخضعوا الشاحنة للتفتيش قبل إخلاء سبيلها وتسليمها لمرافق الشاب المختطف يومية الأخبار تطلعنا في عددها الصادر يوم غدنا الثلاثاء بأن لجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني لحزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية تواصل الموليتاني ذكر أن شخصيات سياسية وفكرية من عدة بلدان من بينها المغرب ستحضر المؤتمر المقرر عقده يوم الخميس المقبل بالعاصمة الموليتانية واكشوت وذكرت الأخبار أن رئيس اللجنة التحضيرية أكد على أن الحضور سيزيد على خمسين شخصية من مختلف دول العالم خصوصا إفريقيا والعالم العربية وبالتحديد المغرب السنغال والجزائر ومالي ومصر وتركيا وماليزيا وفلسطين وبعض التكتلات الإسلامية في أوروبا وبخصوص ما كتب عن الأقاليم الشنوبية للمملكة في الصحف الصادرات ومغادن الثلاثاء تخبرنا يومية المساء في منحقها جهات بأنه تم أول يوم أمس السابت بمدينة العيون تنظيم لقاء تحسيسية حول البقاءات من سراطان الثادي لفائدة نزيلات السجن المحلي بالعيون تحت شعار بالوقاية نهزم السرطان وذكرت المسابي أن هذا اللقاء نظم من قبل فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة بشراكتنا مع طباء اختصاصيين ويندرج هذا اللقاء في إطار التحسيس بأهمية الوقاية من سراطان الثادي في صفوف سجنات والانفتاح على المندوبية العامة لإدارة السجون انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مبارك العريش عن سنة تناهز 92 سنة وكان قيد حياته أحد رجالات المقاومة وجيش تحير وقد عرف الفقيد بالكرم والورع وحسن الخلق كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم كردلاس محمد فاضل عن سنة تناهز 46 سنة الفقيد ينتمي لقبيلتي تلحسن أيت بمكوت كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة شكرود عن سنة تناهز 48 سنة المرحومة تنتمي لقبيلتي تلحسن أيت بمكوت تغمد الله الجميع بوسع رحمته واسكانا ومفسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه الراجعون أما الآن فنصير الورقة اليوم الخاصة بأحوال التقص اليوم غد إن شاء الله والتي تشير إلى أن التقص سيظل مستقرا ومشمسا طيلة النهاري بالمنطقة درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 6 درجات بيطاطا و17 درجة بالقويرة أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 22 درجة بكل من الطرفاية القويرة السيدي و27 درجة بقليميم القويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان لها إجعل العمو شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة السابعة 41 دقيقة أما الغروف على الساعة الخامسة مساء 59 دقيقة درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 30 درجة بنواكشو 29 درجة بنوازيبو 24 درجة بالزويرات و25 درجة بيشندو فبالعاصمة الرباط 22 درجة قبل الختام نذكركم مشاهدنا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار لأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت السنر تيف وإما كما يمكنكم متابعة تلبس الحي لقناة العيون الجاوية وإذاعة العيون والداخل الجاويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري للشؤون السحراوية كوركاس وينفوما كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل تطبيق المجاني لقناة العيون الجاوية من الأبل ستور وغوغل بلاي كما تلتقون غدا إن شاء الله على الساعة الرابعة والربع مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمانك اشتركوا في القناة